حياكم الله ومشاهدين الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسم أنا كرار حباب فاصل قصير فقرة فيس توفيس خليكم ويانا لحد يروح بعيد حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام في فقرة فيس توفيس حيث الأخوار والمواضع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائماً ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم ولا مواضعنا في هذه الحلقة طبعاً هو موضوع مؤسف جداً حدث في الأيام اللي مضت زلزال مدمر ضرب عدة مناطق ومحافظات من سوريا البلد العربي الشقيق وإيضاً تركيا مراحل ضحيت الآلاف يعني لحد الآن الحصايات فوق العشرة آلاف قتيل يعني تقريباً خمسين ألف ستين ألف جريح جراء حدوث الزلزال يعني أيام مضت شفنا بيها مناظر مؤلمة فيديوهات مؤلمة صور مؤلمة من الحادث من البلدين سوريا وتركيا هنا اليوم احنا خلي نعزل كل الأمور اللي بيناتنا على صفحة قطع المياه علينا من تركيا هذا نعزل على صفحة اليوم احنا باسم الإنسانية اليوم هذا البلد العراق اللي دائماً ما يمر بظروف صعبة ونادراً ما يجد من يقف معه في هذه الظروف ولكن في مثل هذه الظروف اللي تصير بها البلدان أو اللي تحدث في البلدان تجد العراق من أول المساندين لهذه البلدان الحمد لله وشكر للحكومة العراقية والحجد الشعبي العراقي أرسل المساعدات والكثير من الأمور اللي يحتاجها سوريا وأغنى اللي تحتاجها تركيا أرسل مساعدات أرسل وفوط طبية أرسل صهاريج للوقود أرسل كثير من الأمور جسر بري وبحري وجوي من كل الجهات يعني للمساعدات الطبية وأيضاً الأمور اللي تحتاجها من خيام من وقود مثل ما قلت لكم العراق جاي ما نقول احنا يساعد وأنما هذا واجب سوريا هذا البلد اللي وقفوا إيانا في فترة ما واستقبل ملايين العراقيين ممكن نحن ما نقول ردينا لهم الجميل من جو هاي بالسنوات اللي مضت أيضاً آلاف أو مليون تقريباً سوري موجود في العراق يشتغلون وقاعدين وهذا ولكن العراق يساعد دائماً موضوع الزلزال مثل ما قلت لكم مناظر مؤلمة احنا جاي نشوفها شغلات يعني صعبة جداً إنه الواحد من يلزم تليفونه هاي صار ثلاثة يام ويقلب بالسوشال ميديا ويطلع على آخر الأخبار شوف شغلات يعني مناظر يعني احنا ممكن وصلنا الوصلتنا الهزة ولكن هم الزلزال اللي دمر المدون ودمر البنايات والعوائل تحت الأنقاض ومن تحت الركام اللي طلعوهم يعني فد مناظر مؤلمة ولكن مثل ما قلت لكم وموضوعنا الأول هو العراق أرسل ثمانية وعشرين قافلة تضم يعني حوضية من الوقود أرسلها إلى سوريا هاي من جهة الحكومة العراقية أما من جهة الحجد الشعبي فهو يومياً بشكل يومي فتح طريق بري ما بين العراق وسوريا أرسل بي العديد من الأمور والمساعدات والاحتياجات اللي ممكن يحتاجها هذا البلد العربي الشقيق وهواي أمور حجد الشعبي دائماً سباق بها الموضوع خلنشوفوا التفاصيل أكثر حول الموضوع مثل ما قلت لكم هذه القافلات اللي راحت إلى سوريا لإرسالها طبعاً هي تحمل وقود وأيضاً مواد ومثل ما قلت لكم الحجد الشعبي أيضاً أرسل كثير من المساعدات الطبية والطعام وحتى الخيم والأكيل والشرب واللبس كل شيء أرسل كل الاحتياجات مثل يعني الطريق اللي حالياً بين العراق وسوريا هو بشكل يعني كل ساعة تلقى سيارات رايحة وسيارات جاية هذا هو دايدن العراق وهذا هو دايدن الحجد الشعبي التعليقات كانت تقول سوريا خاف ناقصة قهار ومصايب هالمرة الزلزال سوريا الجمال ولا صالح تستهل كل الخير والعون واجب أما أبو سامر يقول العراق دائماً سباق لعمل الخير رغم كل ما مر به من ظروف صعبة علي يقول بارك الله من سعى للإغاثة للإغاثة الشعب السوري الشقيق قصة يقول أبسط واجب ممكن أن يقدم الأخوة لبعضهم أبعد الله عنه وعنهم الضرر عمر يقول اللهم ألطف بهم وكن لهم معيناً ونصيراً واجعل ما أصابهم برد وسلاماً هذا كان آخر تعليق خصوص موضوعنا الأول اللي هو موضوع المساعدات اللي جاي تنطلق وجاي تروح من العراق إلى سوريا وأيضاً إلى تركيا بسواعد الأبطال من الحكومة العراقية وأيضاً الحجد الشعبي اللي بس الفيديوات اللي أنا شفتها بس الأخبار اللي أنا سمعتها واللي أيضاً طلعت عليها يعني سيارات شاحنات محملة بكل ما يحتاجوا كل شي يحتاجوا تمر سالم من قبل الحجد الشعبي وأيضاً الحكومة العراقية شكراً لهم لأنهم يساعدون هذا الشعب المسكين اللي أنا معناه وأيضاً يعني هذا هي شي كوارث طبيعية مثل الزلزال يعني هذه كوارث هذه صعبة جداً يعني الإنسان يعني قاعد في بيته بأمان الله فجأة بيوقع السقف عليه يروح يندثر تحت الإنقاض اللي بيهم يعيش ويبقى يوم يومين واللي بيهم ما يقدر ما يتحمل لمنشد يعني تلقاه مصاب لو تلقاه فد فد مناظر مؤلمة إن شاء الله يطلعون بسلامة إن شاء الله ترجع هذه البلدان إلى وضعها الطبيعي وترجع تنبني من جديد وأرجع أكرر شكري للحجد الشعبي وشكراً للحكومة العراقية هذا كان موضوعنا الأول أما موضوعنا الثاني في هذه الحلقة لابد أنه نتحدث به مجلس الوزراء قرر أنه يصوت على موضوع الدولار موضوع الدولار اللي صعد نزل راح علق وين ما وين الدولار تم حسم هذا الموضوع مجلس الوزراء قرر أنه يصوت على سعر صرف الدولار بـ 1300 دينار يعني بالـ 100 دولار تصير 130 ألف هذا القرار اللي قرره مجلس الوزراء في الجلسة الماضية بكثير من الفوائد رجعت الحياة رجعت الناس إلى وضحها الطبيعي الدولار سابقاً كان 120-125 لا الآن رجع 130 مو فرق شبير مثل ما وصل 170 و 173 فرق الشاسع اللي وصل الدولار إليه لكن هو يطالبه بالفترة السابقة وناشده وقاله أنه لازم سعر الدولار ينزل لازم إحنا نرجع لوضعنا الطبيعي تجار الأزمات اللي لقوا هذا الموضوع فرصة وراحوا يغلون بالأسعار يخفون شغلات وعلى مدة ماكوا وبعدين يجوبوها يبيعوها بسعر غالي بشغلات سوى وما نزل الله بيها من السلطان هذول اللي يعتاشون على الأزمات هذول التجار الكوارث والمصائب وتصير مصيبة لو كارثة لو فتحدث معين هو وهنا هنا يكون مصدر ما أقول رزقه لأن الله سبحانه وتعالى حسيب رقيب عليهم بس هنا يكون مصدر أخذ للأموال شلون يقدر ينهش وياخذ أكبر عدد من الأموال من تصير كوارث من تصير شغلات بالبلد من تصير دولار يصعد دولار ينزل ما على الأسف يعني مجلس الوزراء قرر أنه يصادق على تعديل صرف الدولار بما يعادل 1300 دينار هذا القرار اللي صدر هس البعض يقول لي راح يباشرون بي لو ما يباشرون بي بعدين يقول لك راح يباشرون بي أو لا التعليقات الأستاذ الدكتور هيثم يقول حيا الله السوداني وطموح العراقين أكبر في الأشهر القادمة أما فوزات تقول عفي أول الغيث مطر أموة إحنا نقولها مطرة أول الغيث مطرة إحنا عايش نسميها أم عمار تقول يا الله يكون يفت صحيح إن شاء الله خير للشعب أم عايش يقول الحمد لله حمدا كثيرا إن شاء الله بعد يرجع على وضع الطبيعي يوسف يقول الحمد لله خير إن شاء الله همشي يطبق القرار بسرعة ويبيحزم ويستقر على المية وثلاثين والله يا يوسف الجواب على سؤالك هو هنا البنك المركزي المباشرة ببيع الدولار بالسعر الرسمي الجديد 1300 دينار اعتبارا من يوم غد وهذا الخبر كان يوم أمس يعني من اليوم إحنا بعد خلاص دولار 1300 يعني المية دولار 300 دينار عراقي تم تطبيق القرار شكرا لمجلس الوزراء شكرا لدولة رئيس الوزراء قالي إنه هذا الموضوع مثل ما قلت لكم موضوع إنه إحنا نحكي دائما ونقول لازم تكون إنه وقفة لازم من تصرفة شغلات معينة بالبلد لازم إحنا ناشد الحكومة لازم نسولفوا بهذا الموضوع يعني الدولار بصعودة تسبب كثير من الحالات السيئة مثل ما قلت لكم يعني بعض رفعوا وغلب الأسعار البعض لقاها حجة بضم لشغلات يعني شغلات بائسة جدا بس الحمد لله وشكر الدولار رجع إلى وضع الطبيعي ومثل ما شفتوا البنك المركزي المباشرة ببيع الدولار بالسعر الجديد 1300 وهذا هو كان يعني موضوعنا لهذا اليوم اللي هو الموضوع الثاني اللي سولفنا به اللي هو موضوع الدولار وإن شاء الله يستمر على هذا الأساس موضوعنا الثالث موضوعنا الثالث موضوع يعني لابد أنه نتحدث بيه باستفاضة يعني أنا ممكن هسا طيب أمشي براحة كيف؟ كيف؟ فرحان فرحان ليش؟ تبذكرون شغلت سولفنا وشغلت حشينا بموضوع المحتوى الهادف والبائس بالسوشال ميديا المحتوى الهابط يذكرون وشغلت قلنا وشغلت طالبنا وحشينا هو وحششنا وضحكنا وسولفنا وانقهرنا لدرجة وصلت مرحلة أنه قلت أنا والله تعبت من البرنامج يومية يومية مطلحيش مواضيع يومية بناشد يومية يومية بعده وصلنا مرحلة خلاص أصحاب المحتوى الهابط يومياً يجبونهم خمسة ستة يلقون القبض على خمسة ستة شكت فرحان أنا بهذا القرار فرحان لأنه الطفل العراقي راح يرجع يشوف شغلات حلوة راح يرجع يشوف محتويات هادفة فرحان لأنه دولة اللي يدمروا المجتمع بهاي الفيديووات وهاي الأفلام اللي يسووها اللي عاثوا بالأرض فساداً هذا اللي غني وصرخ ويتلفظ الفاظ بذيئة هاي اللي تلبس لبس مدرشون ما شون وتطلع تصور ومدرش تسولف هذا اللي بيغلط هذا اللي يسوو شغلات تافهة كل هذولة اليوم القضاء العراقي حكمهم بالسنتين والسنة والستشور الباقين اللي بعده ما يلقى القبض عليهم هذا الشارد هذا الماسح صفحته هذا البايع حسابه هذا المختفي اليوم أكو رقضة رقضة يصحولها رقضة بالسوشال ميديا ماكو ذولة جماعة مواقع التواصل الاجتماعي هذولة اللي اللي يدمروا المجتمع اللي هلكوا المجتمع بشغلاتهم وأفعالهم وفيديواتهم اليوم نقول شكراً لوزارة الداخلية شكراً لسعد معاً شكراً لكل الأخوة الأخوة أصحاب الحملات اللي شاركوا بهذا الموضوع هذولة اللي جاينا لون عقابهم وحسب القانون والدستور قانون العراقي يقدمون محتويات تافهة فقال القانون الحمد لله والشكر اليوم السوشال ميديا انت من اطلع تليفونك هسه وتدخل فرضاً للإنستجرام تدخل على الكسبلاور تتفرج لا تلقى لك واحد منهم لا تلقى لك وحده لا ما كنت شغلات حلوة جايناً طب نلقي شغلات حلوة راحوا اختفوا اختفوا سدوا حساباتهم باعوا حساباتهم راحوا راحوا اختفوا قسم منهم جاي يلقى مصيرة بالسجن والقسم الآخر هربان وجاي يبحثون عليه ورح يلقون القبض عليه وقسم شرد قبل ليصر القرار بس كلكم راح تنجابون كلكم راح تنجابون وزارة الداخلية اللي اطلقت حملة تبلغ على هاي المحتويات البائسة والهابطة اليوم يمكن آلاف التبليغات على الحسابات وعلى الاشخاص آلاف ما ما يعني لا تعد ولا تحصى شكراً لكم لانه انتو واخيراً قررتوا انه تسوون شغلة رادها الشعب من زمان وبالعكس يعني استحنا نقول الحكومة اللي جدت جديدة شهاية سوى توايشة اللهات مفيدة ولقت القبض على الفاسدين على المختلسين وايضاً على التافهين اللي بالسوشال ميديا اللي نزدون محتويات بائسة جداً الحمد لله والشكر من بدل قانون ياخذ مجرأة خلي نشوف الموضوع وتفاصيله يقول القضاء العراقي يوجه باتخاذ اجراءات قانونية وشددة بحق اصحاب المحتوى السيء نعم بالفعل اصحاب المحتوى السيء اللي اللي لو شنثولف عليهم شنقول ما راح ما راح نرتاح لانه المحتوى اللي كانوا يقدمون ما انزل الله به من السلطان خلي نشوف التعليقات تقول قرار صائب جداً وان كان متأخراً بعدما وقعت الفأس بالرأس في الرأس ومع ذلك يمكن ان ينقذ ما يمكن انقاذه وايضاً من المفروض نشر الوعي للحد من متابعة هذه المحتويات الفاسدة التي تدعو الى الرذيلة وتهدد الاسرة والمجتمع طالما ان المتابع هو الذي يساهم في انتشار واستمرار هذه النماذج المعيبة فاعدموا فاعدموا الاسباب وانتم تحاكمون النتاج فاعدموا الاسباب وانتم تحاكمون النتاج انا اريد اقول شاء الله بخصوصها الموضوع ترى ذول اصحاب المحتوى الهاضط اكو وراهم صفحات وبيجات تنشرهم هذولهم لازم يوصلهم السرع اصحاب البيجات باليوتيوب بالانستجرام بالفيسبوك هذوله هم يرادلهم حملة لان ذولهم ايضا قاموا ينشرون هذا المحتوى ايضا اصبحوا يأخذون الفيديوهات من كل هؤلاء التافهين وعادة نشرها ذولهم يرادلهم حملة لان ذولهم لازم هم نتخلص من عدهم لان مثل ما قلنا ذولة يساهمون بهذا الموضوع بنفس الوقت اللي يصوروا لهم واللي يطلعون وياهم واللي واللي كلهم لازم ينجابون حيدر يقول خطوة ممتازة من القضاء العراقي للحد من التصرفات التي تخالف الدين والتقاليد والأعراف بالفعل تعليق من زهرة تقول ليش إلا الحكومة تدخل ليش وين قيم وأخلاق الإسلام هم راحة ما تخافون من عقاب الله الله يهديكم إلى طريق الأمان تعليق آخر من أبو زيد يقول قرارات صائبة اتمنى لهم التوفيق والنجاح لخلاص العراق من هاي النماذج الدخيلة على بلدنا وعلى تقاليدنا آخر تعليق من أحمد يقول أفضل قرار اتخذته هاي الحكومة من الفين و تلافة لحد هسه هو هذا القرار لو ما إجى بمساندة شعبية لو ما إجى بمساندة من الناس اللي يعني ما تفضل هذا المحتوى ما تحب هذا المحتوى ما كان تطبق هذا القرار اللي دائما نحن نتحدث و نقول يابا لازم هذا المحتويات الهابطة المعرف شنو لو ما لاقى فد فد حملة أيضا من الشعب وإشادة و في موقع التواصل الاجتماعي ما كان تطبق بالشكل الصحيح لذلك أنا أطلب منكم شكل شخصي أكو رابط في وزارة الداخلية في موقع الوزارة هي حملة سمع حملة تبلغ هذا الرابط اللي موجود تدخلي راح تلقى تلف خانات ليس يمتخلي وهي السواف يعني مو اسمك يعني هذا اللي تبلغ عليه أو تنطيص صفة شنو يعني هذا محتوى وتكتب بالتفاصيل ما لتشنو اللي يقدم بنفس الوقت بنفس الوقت تخلي الرابط اللي ما للفيديو أو الموضوع اللي هو مخليه هذا لازم أنتوا تبلغون لازم إحنا نساهم بهذا الموضوع من الأساس نشوف مواضع هاي شي ونروح نبلغ عليها مشاهدين الكرام هاي كل أخبارنا اللي موجودة في فقرة فيس توفيس فاصل قصير وفقرة تريند يتيوب خليكم ويانا لا حد يروح بعيد حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في فقرة تريند يتيوب حيث الفيديوهات اللي تظهر بالسوشال ميديا واللي تاخذ عليه أكبر نسبة مشاهدة الفيديو اللي جاي ما عرف شو أنا وصف لكم وياه بس فيديو مؤلم جدا ليش مؤلم جدا البعض يسئل أقول اللي ما عنده مسؤولية واللي ما يشعر بالمسؤولية تجاه بلده وشعبه ومنطقته ومدينته وشارعه وبيئته فهذا هذا إنسان إنسان يعني الصفات اللي أقدر أطلقها علي يعني ما تطلع بالتلفزيون خلينا نشوف بالفيديو هذا الشخص شو سو وراه نرجع نسؤول مثل ما شفتو مثل ما شفتو بالفيديو أبو خباطة ما دريش يصبحوا له هاي اللي يتسوي اسمنت يمشي بالشارع وشوف شوف باوة تفرج ليش راح تقول ما أدري راح تقول عطلانة راح تقول راح تقول أنت جاي تشوفها بالامرأة وجاي تشوفها هي تتسوي ما تنزل تصلحها فرض نضعها عطلانة بس والله ما بيها شي ما بيها شي أنت متعمد من تمشي تفتح هذا حتى تنزل تخلص خذ باقي شوية وين تذبه وين تشمره بالشارع للناس وهذا صبكون كريت يعني هذا من راح راح يجمده وراح يصير بالشارع ممكن يصير طسة وممكن يتسبب بحوادث أيضا للناس ليش شنو السبب ما حتيعرف يعني الشغلات اللي جاي يسووها بعض الأشخاص يعني ما أعرف يعني مين ما تجيبها مين ما توديها ما ما لها ما لها داعي أبدا ما لها داعي ما على أسف والله هاي بالفيديو قدامكم يعني أنا هو الرقم طالع الرقم طالع بالفيديو رقم السيارة زين أتمنى المرور يتخذ إجراء بي أتمنى نفعل هاي الشغلات اللي تنتشر بالسوشال ميديا أو إحنا نشوف الفيديوهات نشوفه ورقم السيارة موجود أتمنى أيضا يصير أكو تبليغ على هذا الموضوع ويتحاسبون يتحاسب هذا أبو أبو هاي الخباط هذا الرقم طلعه واضح ويقدر أي شخص هاي يبلغ عليه أتمنى يتعاقب ويأخذ جزاء لإذا هاي الشغلات أبدا مو حلوة ومثليغ بينه كشعب خلنشوف التعليقات ماذا كانت ومشتبه يقول بارك الله بيك المواطن هو الرقيب أقرب على كل المخالفات بالفعل المواطن اليوم هو قاعد يسوق بسيارته طلع تليفونه وصور الحالة اللي صارت عمامه صورها نشرها بنفس الوقت لازم تروح للجهات المعنية المواطن لازم يصير رقيب على هيك أمور لازم حسين يقول هذه الحالة في جميع المحافظات يجب أن تكون عقوبة رادعة حجز المركبة وغرامة مالية كبيرة فلاح يقول هذه الحالة أيضا لوحظت بشارع بغداد في البصرة ولم نجد محاسبة من قبل مرور البصرة لسيارات الشركات ليش لم تجد محاسبة من مرور البصرة ليش يا مرور البصرة ما تعاقبون وتلاحقون هذولة هذا اللي يدمر الشارع اللي يخرب الشارع زي ذي يقول القانون معدوم ولا توجد محاسبة والمرور في سبات عميق وهذه الحالة من مئات الحالات مع الأسف أبوهادي آخر تعليق من أبوهادي يقول من يحاسبة الآلاف مثله بس يركض على حزام الأمان مع الأسف يعني هذا كان آخر تعليق من قبل أبوهادي يعني موضوع حزام الأمان هو موضوع بالقانون هو لازم أنه الشخص يرتدي حزام الأمان بس هي شحالات لازم يتعاقبون هي شحالات مثل اللي شفناها من الضروري جدا أن يتم عقابهم هذا كان الفيديو الأول خلينا نشوف الفيديو الثاني ورا نرجع نسولف يعني مع الأسف هذا الفيديو وين بالصين شنو محتوى هذا الفيديو أنا أسأل في لكم شنو محتوى هاي أمرأة تعمل في محطة وقود نحن الشغل هذا اللي عدنا نصح لأبوزارشي هاي الأمرأة تعمل في محطة وقود إجه هذا بالسيارة الفاخرة عبّت للوقود عبّت للبانزين اللي ريده من جدتي رادي طيها فلوس شو مرهن بالجار هي شالتهن ومن دارة كان عليها أنه هي كانت تبكي يعني تبكي كانت تبكي وتمسحها دموحها هذا الفيديو أثار غضب مواقع التواصل الاجتماعي والشعب والشعب الصيني والحكو بكل الجهات تشعر بصورة كبيرة جداً هذا الفيديو الكثير تعاطف مع هاي الأمرأة لأنه اعتبروا هذه الحالة مع الأسف لا تموت للأخلاق بصلي من شدة التعاطف مع هاي الأمرأة ومن ظهر بالفيديو رقم السيارة شناللي صار من طلع رقم السيارة بالفيديو قررت الحكومة منع هذه السيارة من التواجد في جميع محطات الوقود في الصين هذه السيارة وصاحبها من يتواجدون في أي محطة وقود في الصين يعني روح أنت وسيارتك روح شوفوا مين تعبيلها بوانزين روح شوفوا مين تعبيلها بوانزين يلا مين تعبيلها بوانزين شو تسوي إلا إلا تبيحها وتشتري غيرها ماكو غير حل إلا تبيحها للسيارة وتشتري غيرها لأن هست سيارتك التالي الفرحان بها ممنوعة بعد من مدفع والبونزين فهذا الفيديو وإحنا من نتكلم نقول الأخلاق والأخلاق ولازم نتحلى بالأخلاق هذا الفيديو مثل ما قلت لكم تشار بصورة كبيرة جدا في الصين خلنشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو عياد يقول كن من تكن فأنت من تراب ليش التكبر ليش التكبر تحتيه من هذا اللي قدامك يسوي بس هذا اللي قدامك يعني هذا هيتش يعني ثلوات التعليق من يقول قام وغض عديم التربية ذو سيارة فاخرة في الصين برمي الأموال على الأرض بعد تعبئة الوقود كحركة مهينة للموظفة والتي التقطت والتقطت النقود من على الأرض ثم ذرفت الدموع بسبب ما حدثه بعد انتشار المقطع تمر صدركم لوحة السيارة وكده عمل الموظف وقررت جميع محطات الوقود في الصين حضر هذه السيارة من دخول محطاتهم ومنع تزويدها بالوقود طبعا طبعا منعون هذا ما يتواجد بعد هذا لو ويني هذا بخاذه بعد انتهت كل شي بعد وياه ما يفيده طبعا رب ما يفيده بعد شارت قول طبعا صاحب السيارة منعت الحكومة الصينية من التزويد بالوقود من أي محطة كعقوبة الاقتصرف المسيء علي يقول حسبي الله ونعم الوكيل عليك الظالم وباطل ربك ما يضيع حوبة المظلوم تطلع الله يمهل ولا يهمل تعليق من أياد يقول أياد لا حول ولا قوة إلا بالله والله يا أخي انفطر قلبي على بكاء هذه السيدة بسبب هذا التعامل خليجي شوف أدنى بالعراق ننزل بأيادين نفول بنزين والعامل مدلل بس ياخذ فلوس وإحنا هنا بحالتين بالعراق شوف ننزل بأيادين نفول إذا قلنا مثلا إذا كانت المحطة هاي حكومية زينا ننزل بأيادين نفول يعني إذا أقبوا المحطة الحكومية وإذا كانت المحطة أهلية ننزل بأيادين نفول ليش لأن العامل اللي مدري الهندية والباكستانة والبنقلادش العامل هذا ما يدير لك حسب ما أنت منطيه فلوس يعني مثلا أنت منطيه عشرة آلاف فرضا واش راح يدير لك؟ حتى ما يدير لك بتسعة ونص حتى ياخذ خمسمية إلى هو يدير لك تسعة وربع حتى الباقي ياخذ إلى يعني فأنت لازم تضطر تنزل تفوّل بيدك أو تنطيه فوق العشرة آلاف ربع دينار أو خمسمية دينار حتى يدير لك بعشرة آلاف فبهاي الحالات فقط احنا نستخدم طبعا هذا كان آخر تعليق من قبل عياد الديليمي بخصوص هذا الموضوع موضوع عاملة الوقود الفيديو التالي من الهند من الهند من أقول لكم من الهند يعني من الهند البلد العجيب الغريب هم سوين مسابقة مدر شنو ما شنو فيديو انتشر بصورة كبيرة على موقع التوصل الاجتماعي بس شوفوا لي هاي المسابقة تفضل يعني تفضل يعني تفضل هذا اللي جايب أثقال وخالهم بذانه يجربين يسحفين يرفح هاذ اللي شوف شوان يطق بسلسلة باول 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 شوان يطق بيه باول شنو مو سابقتيش هس ندر انتو بلد غريب عجيب ندر انتو عدكم شغلات مدر مين ما مين تجيبوه هذا مدرش يجر بسنونه بشي يجر؟ سيارة شي يجر هذا؟ شي يجر؟ يجر عربانة دراجة دراجة بها واحد يجرها بسنونة يا أخي شنو تجر؟ شنو من اللعبة هاي غيرت فهمونه؟ فهمونه حتى نفتهم يعني تفاصيل اللعبة شنو هاي؟ شنو؟ لا حد يعرف ها البلد الغريب العجيب اللي عده العاب ما أنزل الله بها من سلطانه هذا بذانة شوف هذا بذان شوف شون يرفع هاي بذانة شنو هاي؟ شو رافع الامدري؟ تي 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 توقع ذانك؟ وكيف أنا أفرح؟ خلنشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو؟ يقول كل ما هو غريب في بلاد الهند العجيب كل ما هو غريب في بلاد الهند العجيب حيدر الشيخ يقول الهند بعد اي صد يقول الهند بعد هذه الهند بعد يعني ماك غيرها هي الهند بعد أبو اليمان يقول الحمد لله على نعمة العقل والإسلام هم شي نعمة العقل العقل حيدر يقول يعني هاي الأفلام مالتهم كلها صحيح إذا هيك مسابقات عدوم والله حيدر إخوية كلها صحيح إذا هيك مسابقات عدوم يعني هاي أفلام كلها صحيح الاخر تعليق من دعاء تقول ماذا يأكلون هؤلاء يأكلون كسر طابوق كسر هذا الطابق ثلياثية يأكلون دولة الذي يجر هيتش شغلة بذانة هذا يأكل كسر طابوق ثلياثية ما دره شنو طين تراب يعني يأكل شغلات مدر من مين مين اللي يسوي هيتش شغلات ما عرف يعني اللي يسوي هيتش شغلات يعني يا كل هذا فيتش هذا كان الفيديو الثالث أما الفيديو الرابع والأخير اللي راح نشوفه هكذا كان الممثل اللي راح يظهر أمامكم يدي أدواره في زمن عدم وجود الكروم وعدم وجود المؤثرات والشغلات هاي هيتش كان الممثل يدي دوره تفضل هذا محل الخبست هذا محل الخبست هذا كارثة هاي من ماكو كروم وماكو هاي المؤثرات والكرين الحبل اللي يختفي وينزل وهذه تفضل شناي نزل منقلابه من فوق التيل على نزل القاتل تفضل هكشوف والله خطيئة هذا مشهد تنفيلي هاي كواليس ما المشهد تنفيلي لأحد الأفلام وهذا الممثل معروف سابق وهذا تفضل باشو نزل طليل تتحراج هكذا كانت المشاهد تنفيليه شهد الأكشن وغيرها شف صار محل الخبست هذا محل الخبسته ما قلت شي ما شاء الله عليك يعني أنت كارثة والله العظيم شون قدرت شون أشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو من كانت تنفيلي بشرف مو هسا كله شذب أي فعلا تنفيلي كانت بشرف مو كله شذب أنا أتفق ياك بها الموضوع يجيك أبو بيت خابصنا بتمثيل بكر خالد ما من يقول هذا يا علاوي يقول يجيك أبو بيت خابصنا بتمثيل بكر خالد عمي يا بكر خالد هذا ما حد يلحقه هذا ما أدي الرسالة كما هي شيت من فوق هذا القلاوي هذا خطيئة يعني هسا مدرش يصولي اف اكس مدر اف اكس مدر شنو كرومو مدر شنو شغلات مدر شنو هاي بماك خطيئة هذا يعني عدة دورة يعني معلسف خطيئة تعليق من ذو الفقار يقول مثل فقراتنا بنطبط إذا قاعد على كرسي وقام صار انزلاق بربع فقرات ايه بالله صديق انا قاعد على كرسي وقام صار انزلاق بربع فقرات خطيئة هذا شيت من فوق ما بيشي وليد دحرج واخر ما بيشي عال الآل تعليق من يقول ليش هو التنفيه القبل مثل التنفيه الهسة ليش هو التنفيه الهسة انت والله ولا ارتاح لكم اخر تعليق من اتش او او اتش سفر سبع وسبعين او او سبع وسبعين يقول امحلل خبستعي فقال ان والله امحلل خبستعي ماكوا عادي ماكوا عادي يسوي هيتشي يعني صاحي هذا هاي بعدم وجود المؤثرات الصوتية واللقطات السينمائية والمعرف شون يجبوها والكرين وحبل وهذا الحبل يختفي وخلوه الكرومه وراه ومدره شنو هاي السكلة بالجديد قابل هيتشاني تشيد تحرج من فوقه تشيد مشاهدين الكرام وصلنا الى اختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسن حتى التقيكم في الحلقة القادمة وقلتكم فيما الله